السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي الأفاضل وإياكم هيثم النصراوي واليوم وصلنا للمحاضرة رقم 14 وعنوانها Demoxing 3 Phase Signal تذكرون بالمحاضرة السابقة شون ولدنا هذه الإشارة ومن الأوبوينت 4 إلى أوبوينت 6 صار بها فتفولت كانت القيمة 0 وبعدين رجعت تشتغل بصورة طبيعية فاليوم رح نأخذ بلوك اسمه Demultiplexer اللي يشتغل عكس المultiplexer بحيث هاي الإشارات الثلاثة رح أخلي كل إشارة من عدها في figure واحدة أوكي خلونا نروح للماتلاب إذا تذكرون هذا التصميم يعود للمحاضرة السابقة اليوم نستخدم Demox نروح على Library نأخذ هذا البلوك بما أنه أنا عندي ثلاث إشارات أفتح Demox أخلي Number of Outputs ثلاثة Apply أوكي أكبر البلوك الاتخال مالته رح يكون هذا الإخراج من هذا السويتش أخذ كوبي لهذا السكوب حتى أعرض الإشارات أغير عداداته أخلي يفتح عند التشغيل Number of Outputs أخليه أربعة Layouts أخليه أربعة Apply أوكي أخذ هذا الاتخال من أنا والأخراج هذا يروح لهذا الاتخال والأخراج هذا يروح لهذا الاتخال والأخراج هذا يروح لهذا الاتخال خلينا نSave الشغل Save As example 14 الستوب تايم واحد وننطير ومثل ما تشوفون قبالكم عدنا هذه الإشارة اللي ولدناها بالمحاضرة السابقة اللي هي الثري فيز وشلون خلينا كل إشارة من هذه الإشارات الثلاثة بفقر واحد وبهالصورة قدرنا نستخدم الدي ملت بلاكسر حتى ناخذ الإشارات الثلاثة ونوزحها إلى أكثر من فقر أتمنى أن هذه المحاضرة نعلت إعجابكم وأنا أشكركم جزيل الشكر وإن شاء الله نلتقى بمحاضرات أخرى مع السلامة شكرا